وقفنا المرة اللي فاتت عند تصميم العمدان ودي كانت اول نتيجة طلعنا بيها اللي هي لوحة المحاور والاعمل. النهاردة ان شاء الله تدور ان احنا نطلع اللوحة التانية اللي هي لوحة السف. البلاطات اللي البلان بلاطة سولد اسلاب وبلاطة ثلاث اسلاب. قبل ما اكلمك عن استخراج النتائج من برنامج السيف وازهر الديتيل انج ده على الاوتكان ازاي? ودخل قيم التسليح على الرفت عشان الحصر ازاي? تعال اقول لك على النص بتاع كود في اشتراطات تسليح السولد اسلاب. الاول بالنسبة لسمك البلاطة. سمك البلاطة المتاح عندي والقابل للتنفيذ يتماني سنتي. يعشرة سنتي. ياتناشر ياربعتاشر يخمستاشر يستاشر. اقل بلاطة الممكن استخدمه. تمانية سنتي في حالة الاحمال السكنة. اتناشر سنتي في حالة الاحمال الديناميكية. انا كده كده. مش هشتغل التمانية سنتي دي. هشتغل على اتناشر سنتي. بالنسبة للتسليح. الكود قال لي ان اقل كتر استخدمه. هو فاي ستة في حالة الحديد العدل. وفاي تمانية في حالة الحديد المكسة. للاسف انا ما عنديش فاي ستة. وفاي تمانية بيجيلي على هيئة لفظة. يبقى انا لا هستخدم فاي ستة ولا فاي كام ولا فاي تمانية. يبقى اول كدر متاح عندي هو فاي عشرة. واقل عدد هستخدمه هو خمسة فاي عشرة على المتر الطويل. يقول لي كمان الاتجاه الطويل بلاطة وانوية. مش انا كده كده عارف ان هو ما فيش فيه ممن صح. الاتجاه ده لازم احط فيه حديد. الغلط بالحديد ده ان هو يبقى اسمه حديد توزيع. يعني ايه حديد توزيع يعني بيسبت لك الحديد الرئيسي في مكانه. الاتجاه الطويل الكابولي. الكابولي انا عارف ان هو بتسلح على هيئة شوكة وحقول لك بتحس بتسلح على هيئة شوكة ليه. بنحط عليه خمسة فاي عشرة على المتر الطولي برضو حديد توزيع بس بيبقى طب وبطن واحد على الشفة السفلية بتاعة الشوكة واحد على الشفة العلوية بتاعة الشوكة. في ملحوظة مهمة جدا ان انت ما تيجي تبص الحديد التاسليح بتبص له من ناحية اليمين ومن تحت. لما تبص من ناحية اليمين يبقى معك الحديد السفلي الاول بعدين الحديد العلوي. لما تبص من تحت يبقى معك الحديد السفلي بعدين الحديد العلوي. اتجاه الفرش في الـ solid slab هو الاتجاه القسيح. الاتجاه الفرش في الفلات السلاب هو الاتجاه الطويل الاتجاه الفرش في الاسوليتد فوتينج هو الاتجاه الطويل الاتجاه الفرش في اللبشة هو الاتجاه الطويل عشان ننتهي من قصة الفرش والغضاء وليه الفرش في الاتجاه القسير وفي السلاب والفرش في الاتجاه الطويل في الفلات السلاب مثلا لو عندي بلاطة ابعدها تلاتة في خمسة. بلاطة صرد الاسلام ابعدها تلاتة في خمسة. وجيت حسبت الحمل اللي ماشي في اتجاه التلاتة والحمل اللي ماشي في اتجاه الخمسة. انهل اكبر طبيعي ان الحمل هيدور على الاتجاه القصير ويمشي فيه اللي هو الاتجاه بتاعة فخدر الحمل الإليماشي في اتجاه الثلاثة هيكون أكبر من حمل الليماشي بالتجاه الخمسة لو أخذت شريح على اتجاه الثلاثة وصبح على اتجاه الخمسة جjs حسابة التالت على الشريعة الثلاثة وليكن قامت بت evidenció على اتجاه البكات اللي نحن سأكون ت Earlyhog Partners جانب絲 حشبت اللي على الشريحة بتاعة الخمسة طلع ثلاثة كيلو نيوتون في المتر حسب تحديد التسليح ان المحتاجه في الاتجاه اللي محتاجه في الاتجاه وصرب tools 6000 مام الطولي. وحسب تحديد التسليح اللي محتاجه في الاتجاه الطويل طلع خمسة فاية عشر على المتر الطولي. يبقى انا معايا ستة فاية عشر في الاتجاه والاتجاه اللي عمود عليه خمسة فاية عشر. عندي حل من اتنين. اما احط الخمسة تحت وفقهم الستة او احط الستة تحت وفقهم الخمسة. تعال كده نجرب الحالتي. لو جربت الحالة الاولانية اللي هي الحالة بتاعت الخمسة تحت والستة فوق. وجربت الحالة التانية اللي هم الحالة بتاعت الستة تحت والخمسة فوقهم. احسب لي كده البعد بتاع سي جي لسياخ دي عن سي جي القطاع قد ايه في الحالتين. هتلاقي ان انت لما تخلي الحديد الكتير لبرا هيكبرلك البعد بتاعك ما بين السي جي الكل و سي جي مين و سي جي لسياخ. ولو تفتكر في حسابات القانون بتاعت الانيرشيا. ولما يقول لك الاي بيسوي سوميشن الاي اكس في الاريا زائد الاريا في الواي تربية. معنى كده ان انا كلما اكبر مسافة الترحيل بتتربع بتزود لي مين? الاي اكس اي و يعني انا استفدت ايه اما زودت الاي اكس. استفدت لو تفتكر القانون بتاعت دي فليكشن كان بيقول لك خمسة دابليو قصة ما يهمنش القانون. يهمن ان الاي موجودة في مقام مين? في المقام بتاع الدفليكشن. فلما انت تزود الاي يعني انت قللت مين? الدفليكشن من غير ما تغرم حاجة. كده كده هتحط الخمسة. وكده كده هتحط مين? هتحط الستة. فترسهم بحيس ان انت استفيد منهم اقصى استفادة. ده كده موضوع الفرش. في الاتجاه القسير. يبقى تاني التسليح بتاع السولد اسلاب. اقل عادة انا هستخدامه خمسة فاي عشرة. الكده الايه? الكده الفاي ستة. في الحديد العدل. وفي اثمانية. في الحديد المكسح. الاتجاه الطويل للوات Al One Way منحط في حديث موحيدي التوزيع خمسة فاي عشر عال متر الطولي. الاتجاه الطويل للكابولي منحط فيه برضو خمسة فاي عشر عال متر الطولي. بس 도ب وي ايه? وبطن على الشفيتين بتوات القابولي. لما اجا بص الحديث التسليح عبصده من تحت. ومن ناحية اليمين. الاتجاه بتاع الفرش في الاتجاه الايه? في الاتجاه الوصير. وخيمنا ليه? الاخر حاجة عايز اقولها لك لو كان السمك بتاع البلاطة اكتر من ستاشر سنتي انا هستفدم شبكتين حديد بنسم الشبكة العلوية دي شبكة ايه? شبكة. لو السمك ستاشر سنتي انا هستخدم شبكة تسليح واحدة. وعلى فكرة انا كده كده مش هاوصل اينيري زيدة عن ستاشر سنتي. لو بتفتكر انا كنت في الستاتيكال سيستم كنت بقول لك ايه? لو الال شورت زادت عن ستة متر انسى خالص ان انت تعمل سلد اسلاب. هتتنقل عن نوع التالي اللي هو مين? اللي هو الفلات اسلاب او الهولو بلوك اسلاب. عشان ايه? عشان الكلمتين اللي انا بقولهم لك الوقت دي. لو زاد السمك عن ستاشر سنتي. اتطرر ان انت استخدم ايه? اتطرر ان انت استخدم شبكتين تسليح. طيب. هل في حالة ممكن الفرش فيها يبقى في الاتجاه الطويل في السلد اسلاب? بالحقيقة فيه حالة واحدة بس ممكن اعمل فيها الحركة لها. بنسميها السري اتجاد اسلاب. ايه القصة بتاعت السري اتجاد اسلاب? القصة بتاعتها اسيدة لو انت عندك بلاطة محاطة بكامرات من ثلاثة نواحي بس والنحية. في الرابعة مفيش فيها كامرات. وكان الطول بتاع الكابولي ده متر. والطول التاني اربع متر. عندي حل من اتنين او اختيار من اتنين. اما اتعامل معها لان انا كابولي وانس خلص الكابولي بتاعت الكامرات اللي طلع دي. في الحالة دي المومنت بتاع هيبقى دابل وقلي تربيع على اتنين. والحل ده متاح قدام الوقت الان ان الطول بتاع الكابولي ده قصير. طيب تعال كده نعكس الاي. نخلي الطول بتاع الكابولي ده ثلاثة متر. والطول التاني اربع متر. الحل الاولين ان انا اعملها كابولي المومنت بتاع هيبقى دابل وقلي تربيع على الاتنين. لو كان عملتها الكامرات سيمبل او شريحة سيمبل الاتجاه متاع هيبقى دابل وقلي تربيع على تمانية. انا الافضل او انا اللي هيجيب لك مومنت اكيد اللي مقسم على تمانية مش مقسم على الاتنين. فحنفضل في الحال دي الاختيار ان الاتجاه بتاع الفرش يكون في اتجاه مين? في اتجاه عمودي على اتجاه بتاع الكابولي والناحية التانية هيبقى حديد سانوي. صحيح البلاطة شكلها لانها كابولي بس هنتعمل على نعمها على انها هي بلاطة سيمبل. دي الملاحظات اللي كنت عايزة اقولها في التسليح. تعال نشوف الكلام ده على المدن اللي قدامك. قدامك ده عبارة عنه. بلاطة بكيتين جنبها كابولي. بداية التسليح بنعمل ايه? مش انت عندك فيه كفر خرصاني? طيب انا لو حطيت الحديد على الشد الخشبية اللي قدامك دي. وجيت صبيت الخرصانة. مش هتلاقي الحديد باين عندك فمنروحه عاملين حاجة اسمها بسكوت. نعمل حاجة اسمها بسكوت. البسكوت ده عبارة عن ايه? عبارة عن حتة خرصانة كده. السمك بتاعها بيحفظ لك على الكفر اللي انت فرضي. طب بالنسبة للحديد بداية التسليحة. بعد ما بنعمل بسكوت بنحط الفرش في الاتجاه القصير والاتجاه التاني بيبقى ايه? بيبقى غطى عليه. بالمنظر ده. بالنسبة للحديد العلوي. انا عارف ان الكلام ده ما بيتعملش. بس الصح ان انت تعمل ايه? الصح ان انت هتيجي اعمل بجنب الكاميرا وتروح عامل كراسي. زي بتاعت الفرش ده بالزلط. وتيجي فوق الكراسي دي. وتروح حاطة سيخ بالطول بنسميه وطر. وفوق الوطر ده منحط الحديد الايه? الحديد ده. وشبكة صفلية غطيت لك المومنت ده. انما المومنت ده ايه? ما تغطاش. انا عارف ان الكلام ده ما بيتعملش. طيب. هو ما بيتعملش ومع ذلك السفنة وبوعش. ليه? لان في الحقيقة البلاطة اللي ما بتلاقيش فيها حديد موجودة هنا بتشتاعم بتتعامل على انها شغالة بلاطة ايه? بلاطة سيمبل. فبدأ المومنت ما كان عندك هنا. مسلا ده بلي قولي تربية على عشرة. هبلي قولي تربية على كام? على ثمانية. وانت كده كده تبقى مزود حديد. فالحديد بتاع الشبكة بيشيل لك ايه? بيشيل لك المومنت الزيادة. عندما الصح بتاعها ان انت تعملها بالمنزر ده. ان انت تعمل كراسي وتحط عليها وطر. وفول الوطر ده تحط ليه? تحط الحديد بتاع العزم النيجاتف. بالنسبة للكابولي. الكابولي قلنا بيتسلح على هيئة شوكة. هنقولك ليه بتسلح على هيئة الشوكة في وفوق الشوكة دي بنحط حديد اسمه حديد الايه? حديد التوزيع ونفس الكلام بيستخدم في البلاطة اللي هو حديد التوزيع. بنقول دايما في الحديد بتاع التوزيع بتاع الكابولي ان هو وبطن. نوع الشفة العلوية بتاعت الكابولي وعى الشفة الايه? وعلى الشفة الصفلية. تعال كده نشوف. هنعمل الكلام ده ازاي? هنطلع النتيجة بتاع التسليح السلس ده اللي انا عمال اتكلم عنها من السيف ازاي? قلت لك المرة اللي فاتت ان قيمة دي هي اللي جواها النتيجة. انا المرة اللي فاتت قلت شو تيبل وراحت محدد الحالة بتاعت اللي هي الالتمت واجبت الرياكشنة بتاعت العملية. انا عايز اطلع عن المرة دي. انا مش عايز فورس انا عايز مومنتات. الحالة عندك ديد ولا لايف ولا كيس واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا الحالة بتاعتك ultimate ولا working ولا deflection انا عايز المومنتات ultimate عشان ان احسب حديد التسليح. اللي يهمني دول. ام واحد واحد وام اتنين اتنين. ام واحد واحد. ده المومنت فين؟ المومنت في اتجاه اكس. ام اتنين اتنين ده المومنت فياتجاه ايه? ده المومنت في اتجاه الوقت. خليني مع ام واحد واحد.今年ها. وقول له عبلاقي كده. حتلاقي المومنت عندك حاجة بالمصدر اللي قدامك ده المومنت داي? موجة. طبعا عندما يطلق عندك صفصة بورط هقلب سالي وبعد كدين زي وبعدين سالب وبعدين موجب وبعدين سالب يعني الاتجاب بتاع الشريحة اللي هو اخذها في المنظر ده كده موجب سالب موجب سالب وهكسب. طيب. انا مش قلت لك اقل شبكة تستخدمها هي خمسة فاي عشرة. تمام. القانون بتاع لو تفتكر بيساوي المومنت على بس المومنت ده بضرب عشان ده كيلو نيوتن في المتر وانا يتزاين شغال نيوتن وميلي. دورت في عشرة ثلاثة عشان احاول من كيلو نيوتن لنيوتن. ودورت في عشرة ثلاثة كمان عشان احاول من متر وميلي. انا حفرد ان انا هستخدم خمسة فاي عشرة. وعايز المومنت المقابل ليه. اجيبه ازاي. ارحضت في القانون ده اريا اس بخمسة في فاي عشرة. اللي هي مسحته باي في عشرة تربيع على ارباح. يطلع لك بثمانية وسبعين ونص نول تسعة وسبعين. بيساوي المومنت في عشرة والستة على الجي اللي هي بوين تمانية في الدبس اللي هي مية اللي هي مية وعشرين نقص عشرين كفر في الف يل دي بتلتمية وستين. اطلع من القانون ده المومنت اللي يشيله من خمسة في عشرة الا اطلع المومنت اللي يشيله من خمسة في عشرة. ارى ايك لو جيت هنا حاجة اسمها كنتور رانج. وهتطلع في المينموم المومنت اللي يشيله الخمسة في عشرة ده. يبقى خمسة في تسعة وسبعين في بوينت تمانية في مية في تلتمية وستين كل ده على كام واحدين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر وست. يبقى الخمسة في عشرة يشتريه لك مومنت ايه? يشتريه لي مومنت حباشر وثلاثة. وحط لي الرقم بتاع الماكسيموم ده وليكن رقم كبير مية مثلا. ايه اللي انا عملت الوقتي? انا بقول له في كنتور رانج ازهر لي المومنتات دي. انا قلت له ان انا المومنت عندي هنا بحضاشر. انا قلت له هجلي اي مومنت فوق الرقم ده. يعني المومنت ده مثلا لو اكتر من حداشر لو هيكون خمستاشر. هيظهر معي في البقعة ولا لا? هيظهر معي كنتور رانج ولا لا? هيظهر معي. طب لو اقل يبقى خلاص دول الخمسة فاي عشرة ايه? مسيفين. يبقى انا هستخدم في الحالة دي ايه? خمسة فاي عشرة للمسيف. واشوف الجزء التاني ده مسيف? ولا مش مسيف? يعني انا شوف الكلام. يبقى انا قلت له معنى كنتور رانج اللي انا قلت له هجلي المومنتات اللي من حداشر وطالع. انت ربط رقم كبير في الماكسيموم عشان يقول له اكتر من الحداشر هتول. ليه? عشان لو في حاجة ظهر معي في المومنتات دي يبقى مش مساقفة على خمسة فاي عشرة انا شوف هنتعامل معها ازاي? ممكن اقلب على ستة فاي عشرة او سبعة فاي عشرة. والله ابلاد. ما لكش دعب الجزء بتاع مين? ما لكش دعب الجزء بتاع الفلات اسلاف. ركز بس في السورة اسلاف. في عندك اي بقعة زهرة بالمنزر بتاك ده مسلا هنا? لا ما فيش. ليه? لان كل المومنتات بتاعة السولة اسلاف ما لها? كل المومنتات بتاعة السولة اسلاف اقلم الرقم ده اللي واحد عشر بوينت تلاتة سبعة ستة. طيب المومنت ده في اين اتجاه? المومنت ده في الاتجاه ده. طب انا عايز اجرب كده حالة لو كان عندي المومنتش مسايف. دلوا مسلا الرقم قليل والكونا اربعة. ولا قبله. اللي حاصل. ظهر عندك بقعة هنا فين? في البلاطة. اه لان المومنت بتاعك كام بسبعة وشوية. يعني اكتر من كام من المومنت المنموم اللي هو الحديد اللي انت ضايفه. يبقى انت محتاج تزود الحديد عن الرقم اللي انت ضايفت كل اول. انا كده كده خلصت بلاطة بسايفة وبنسبة كبيرة الحديد الموجب بيبقى مسايف. اقول له قبله ايه? انا كده شيقت على الاتجاه ده. كحديد موجب. طب تعال لالعليم اتنين اتنين الموجب يلا. قبله ايه? لا ده كمان مسايف. يبقى الشبكة السفلية اللي انا هستخدمها خمسة فايا عشر او في الاتجاهين. مش في عندك عزم سالب ده. في عندك هنا عزم سالب. في عندك هنا عزم سالب. ليكون كمراض. انا عايز يشاهد على عزم السالب ده كاناني. فحقول له ايه? هقول له والله انا برضو حجرب الخمسة فايا عشر. حجرب الخمسة فايا عشر. اللي هو ازاي يعني? هقول له ازهر لي من سالب حداشر لسالب مية. بس هو بفهم بس اللي اكبر السالب حداشر للا السالب مية. اللي اكبر عندي هيبقى السالب ايه? السالب حداشر. يبقى انا هحط في المنمم بالرقم الكبير بس بالسالب. وهحط في المكسيمم الرقم بتاع ايه? بتاع الارية اس اللي هو الحداشر ثلاثة اللي هم والمقابل لمومنت كام. مقابل لحديد تسليح اسف كام? مقابل لحديد تسليح خمسة فايا عشرة. تعاني جرب كده. كيبقى انا هقول له من سالب كام? مفروض من سالب حداشر. وتلاتة لسالب ايه? لسالب مية. بس انا ما ينفعش هقول له المنمم اكبر من المكسيمم. فحخلي دي سالب ايه? مية ودي سالب كام? حداشر بوينت التلاتة. وانا كده في اتجاه ايه? ام واحد واحد وقبله. في عندك ايه مشكلة? ما عنديش ايه مشكلة. على فكرة القيمة اللي فوق لعندان دي مش مشكلة. ايه هو اللي قد قال لي? اشتغل انت على وش الايه? على وش العمود. ام واحد واحد السالم سيف. تعال كده على ام اتنين اتنين السالم. نفس الرنج واقول له اللهي. كمان الام اتنين اتنين ايه? مسيف. يبقى البلاطة الصلد اسلاب عندي هتتسلح قد ايه? هتتسلح خمسة خوائد عشرة في الاتجاهين. طيب. الحديد العلوي ده بيجي ازاي? بيجي من الباكة دي مسلا. فيها خمس سياخ. السيخ ده يقوم متكسح وطالع جوه البلاطة دي. والسيخ المقابل له من ناحية دي مقابل دي يروح ويفت هنا. وبعدين السيخ ده يقوم متكسح ودخل هنا. والسيخ المقابل للناحية دي يدخل مجرد بس يعدي جوه البلاطة. ده لو انا هستخدم حديد عيد مكسح. انما لو هستخدمها محديد عيدل بس. هروح عمل حركة بتاعة الكلاسة والاوطار اللي نورت عليها دي. ده الكلاسة والاوطار وراحضت عليها لحديد العلوي. يبقى انا كده عرفت ان انا هستخدم خمسة خوائة عشرة. تعالى بقى افاهم برنامج الريفت ان انا عندي على البلاطة الصلد اسلاب اللي هي دي حديد تسليح خمسة خوائة عشرة في الاتجاهين. اولو من واريا. من واريا. اختار الحاجة اللي هتسلح عن البلاطة اللي هو الاتجاه هانهيه. الاتجاه ده. فعلالهم. هل انت عندي حديد طب? ما عنديش حديد طب. بس عندي حديد ايه? عندي حديد بطل. كدره كام? كدر باي عشرة. والمسافة بتاعته الف الاتجاهين. وانا كدره سلحت البلاطة دي. بحديد تسليح ادي خمسة فى عشرة في الاتجاهين. خلصت انا كده الموضوع بتاع السلد اسلاب. تعالى. نتنقل على الموضوع التاني اللي هو الايه? الفلات اسلاب. نتركز معي بس في الكمتين اللي هقولهم دول قبل ما اقولك هنطلع نتائج ازاي? الفلات اسلاب لو جيت خد المومنت عليها هتلاقي برضو فى المومنت بوزاتيف وفى مومنت ايه? مومنت نيجاتيف. المومنت البوزاتيف ده هو اللي يكون موجب تمانين. والمومنت نيجاتيف ده اللي يكون سالب مية. هل انا هصمم الفلات اسلاب ان انا حط الحديد السفلي على مومنت موجب تمانين الاول للاخر? وهصمم الحديد العلوي على سالب مية حديد مكمل فى كامل لزدان? كلا انت طبعا ما ينفعش ليه? فعلا كده اجرب اللي انت قولده. اللي حاصل? اللي حاصل اللي انت هتدرت حديد كتير جدا فين? فى الحتة دي فوق? فى الحتة دي? فى الحتة دي? فى الحتة دي? فى الحتة دي? وتحت? فى الحتة دي اللي هي محصولة ما بين الايه? اللي عند الركايز. فاحنا حنعمل ايه? احنا مش هنصمم على المومنت التمانين عشان ما نهتدرش حديد. لا نتكلم على الشبكة السفلية. انا اخد مومنت هقل منه شوية. روح عامل له شبكة. الشبكة اللي انت حطيتها دي هتسايف لك ولكن من المومنت ده ستين. يبقى لسه عندك كام? عشرين. رح حطت حتة اضافية تعوض للعشرين الزيادة دول. بحس ان انا على كامل لزبان مهدرتش حديد. وفى نفس الوقت مسايف في الحتة اللي فى المومنت الايه? البوزوتف الكبير. بان انا حتطلع حديد اضافي. نفس الكلام هعمله فين? هعمله معه الشبكة العلوية. رح حطت حديد. شبكة علوية وراح حطت فوق ايه? رح حطت فوق حديد اضافي في الحتة اللي مش مسيفة في المومنت. معنى الكلام اللي انا قلته ايه? معنى الكلام اللي انا قلته ده ان الحديد الاضافي السفلي هيبقى في وسط اللزبان. والحديد الاضافي العلوي هيبقى فول ايه? فول عندنا. فاللي بقى لجي الكلمتين اللي انا قلتهم دول هقولهم تاني وانا بقى اشرح الرافت بس بالمعقوس. هتلاقي المومنت عندك شكله مقلوب. فهتلاقي الحديد الاضافي العلوي في وسط اللزبان. والحديد الاضافي السفلي فين? والحديد الاوضافي السوفلي تحت العمدان. طيب الطول بتاع سيخ الحديد طول سيخ الحديد اتناشر متر بيجيلي من المصنع اتناشر متر. لو عند الاسبام مثلا البواكي اربعة وعشرين متر. اوصل الحديد السوفلي فين? واوصل الحديد العلو فين? اكيد ان انا هحتاج ان انا عمله وصلات. وصلات الحديد السوفلي. طيب اتكلم حاليا على الفرات السلال. وصلات الحديد السوفلي بيكون عند العمدان. وصلات الحديد العلوي بيكون في نص اللسبان. يبقى ايه? انا بحط شبكة علوية وشبكة ايه? وشبكة سوفلي. الشبكتين دول مش هيسيفول للمكسيموم مومنت عشان ما هتضرش حديد في الفضل. بروح اصد حديد اضافي سوفلي وحديد اضافي علوي عشان اوفي بقية المومنت اللي انا ما سيفتوش. انا ما هتضرت في الشبكة بس نفس الوقت لازم اسايف بقية المومنت اللي مش مسايد. وحط الحديد الاضافي السوفلي في نص اللسبان والحديد الاضافي العلوي فوق العمدان. عشان الطول بتاع السيخ الحديد اتناشر متر انا هعمل الوصلات. الوصلات في الحديد السوفلي او الشبكة السوفلية بتكون فين? بتكون تحت العمدان والوصلات في الشبكة العلوية بتكون في نص اللسبان. طيب? انا هقطع السيخ بتاعت الاضافة دي من السيخ الاثناشر متر. يهمني ان انا لما اقطع من السيخ الاثناشر متر ما يبضلش منه مثلا في الاخر عشر صندق ولا حاجة يتربه. سيخ مع سيخ مع سيخ هتعمل لك كمية. فاحنا هنوفى الاعطائيات بتاعتنا بتاعت الحديد بحيث ان احنا ما نهضرش من طول السيخ. فهنفضل ان احنا نستخدم الاطوال دي متر عشرين بحيث ان انا لو اسمت اثناشر على متر عشرين يعطيني عشر حتة حديد. ومترين اثنين اربعين يبقيني خمس حتة وتلاتة متر. ايدي اربعة قطعيات واربعة ايه? واربع متر. ماذا بقى نحبش نزود او انا ما بقى نحبش يزود الحديد الااضافي اطول بتاعه عن كده. معنا انت زودت الطول بتاع الحديد الااضافي عن اربعة متر عن الشبكة بتاعتك اي كلاك مش نفع. ده بالنسبة للقطعيات اللي انا ايه? اللي انا هستخدمها. اثنين اربعين تلاتة متر واربعة متر. ده ليه? عشان ما هتضرش من السيخ اللي هو ال 12 متر حديد يترمي. طيب بالنسبة للشبكة السفلية والشبكة الهلوية. انا عمال اقول لك شبكة 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 انا مش عارف القطر بتاعك شبكة دي كام ولا حتى العدد بتاعها. فانا المتر الطولي. واشوف لقيت عندي المومنتات اللي مش مسايفة كتير اروح مغايرة الكطر او مغايرة العدد اخلي سبعة فاي كام عشر عالمتر الطولي. يا اهيتو مش نافا. اجرب تمانية فاي كام عشر عالال متر الطولي. مش نافا. اروح قليب على اثناشر. ايبقى خمسة فاي اتناشر عالمتر الطولي. ستة فاي اتناشر على المتر الطولي. تحد لما تلاقي الحتة اللي مش مسايفة محصورة في مناطق وسيارة بحيث ما يزيدش الطول بتاع السيخ الاضافي عن اربعة متر. بعد كده اجي على الحتة اللي مش مسايفة. واجرب وليكن انا اه وصلت ان انا استخدمت الشبكة تمانية فاي عشر. اجرب بقى في المناطق اللي مش مسايفة دي ان انا ازود لها حديد. بس الحديد ده بنقول يا نص شبكة يا شبكة. يبقى العدد اللي انت عاستخدمه اي اربعة يا تمانية. او راح مستخدم مسلا اربعة فاي كم? عشر على المتر الطولي. ده ضوه فيه. يبقى الحتة اللي مش مسايفة دي خلد حديد اديها? اربعة? لا مش اربعة. واخدت تمانية بتاع الشبكة والاربعة بتاع اضافيه. بخلد كم? خلد اتناشر سيخ. مسايفة يبقى ايه كده تمام خلاص زي الفل? اتنقل على البوع اللي بعدها. مش مسايفة اغرب شبكة هيبقى تمانية فهي عشر على المتر الطولي. يبقى عادل السياقة اللي في الحتة ده ايه? التمانية بتاع الشبكة والتمانية بتاع ايه? والتمانية بتاع اضافي. لو سيفت سيفت ما سيفتش. هل اكبر العدد? لا. ما بنفضلش نكبر العدد. اللي يفضل ان انت تغير الكتر. يعني تخليك برضو اربعة بس خلي البدل فاي عشر تخليها فاي كام? فاي اتناشر. يبقى في الحكة دي فيها تمانية فاي عشرة واربعة فاي كام? اتناشر. سيفت? سيفت. ما سيفتش? اكبر. يبقى تمانية فاي كام? فاي اتناشر. نفس الكلام على باقي البوع او ان باقي المناطق اللي مش مسايفة بالحديد السوفي. بالنسبة للشبكة العلوية. الشبكة العلوية لا تزيد باي حال من الاحوال عن ستة فاي عشرة على المتر الطول. ليه? مع ان المومنت النجاتب دايما هتلاقيه اكبر من المومنت السالب هتلاقيه دايما اكبر من العزم الموجة. لان المناطق بتاعة المومنت. لو جيت لاحزت معايا هنا. المناطق بتاعة العزم السالب هتلاقيها منطقة صغيرة مقارنة بالعزم الايه? بالعزم الموجة الموجة تقريبا واخد معظم اللسبان. فانا حتى لو حطيت ستة فاي عشرة هيسيفولي الجزء ده من المومنت. طيب الجزء اللي فوق ده محصول في حتة صغيرة قوي. يعني انا هكسب حديث اضاف فين? في الحتة دي بس. الله حسين انت حطيت الشبكة فين? على كامل لسبان. يعني كل الحدي اللي عندك ده حديد مقدر. مستخدمه انا بس عشان الايه? عشان الشرين كده. ارجع تاني لموضوع الفلات السلاب. كيف بقى ده بالنسبة لايه? بالنسبة للتسليح بتاع الفلات السلاب? يبقى تاني. تسليح الفلات السلاب بيتعامل على الشبكتين. شبكة سفلية وشبكة علوية. ما بنفرضش الشبكتين دول على السن هما يسيفوا لأكبر مومنت موجب واكبر مومنت السلاب. لا احنا بنفرض الشبكة العلوية ستة فاي عشرة. كل مناطق اللي مش مسايفة يحط لها يا شبكة كمان اضافي يا نص شبكة اضافي. وعرفنا يعني ايه شبكة او نص شبكة. بالنسبة للشبكة السفلية انا ببدأ بستة فاي عشرة ما نفعش ما نفعش من سبعة فاي عشرة تمانية فاي عشرة خمسة فاي اتناشر ستة فاي اتناشر. يعني ايه ما نفعش? يعني لقيت لعا المساحة بتاعك المنطقة بتاع المومنت اللي مش مسايفة كبيرة. يعني الشبكة اللي عندك ده اي كلام. فحتلاقي نفسك ببضيط حديد اضافي كتير. طيب نقريح ليه ان انا اكبر الايه? اللي انا اكبر الشبكة. وانا بقبع الحديد بتاعي اضافي يبقى متر حشرين يا مترين اربعين يا تلاتة متر يا اربعة ايه? اربعة متر. لابن نزل تسليح الفلاتسلاب. هي عندي مشكلة تانية فيه. الفلاتسلاب هي مش في المسألة بتاعتنا او في المشروع بتاعنا. اللي هي مشكلة البنش. وهو اختراق العمود للبلاطة. طب ليه انا ما اتكلمتش عن موضوع البطش ده وانا اشغال في السول اسلاب. لان فيه وسيط ما بين البلاطة والعمود اللي هو اللي هو الكاميرا ده بيبنع لك موضوع قبل ما اتكلم عن موضوع البنش انا عايز اعرف اللي هاي سيفلي البنش من بدري. اول ممكن استخدمه اللي هو بنسميه اللي هي بلاطة مرتكزة على عمود. تاني ممكن استخدمه بنسميه تالت ممكن استخدمه ان انا استخدمه هي اسميه كاميرا. اخر سيستم ممكن استخدمه اللي هو اقوى فيهم ان انا استخدم دروب بانر وقرم ايه? وقرم ايه? بالنسبة للفلات بليه? لها كاميرا او بلاطة مرتكزة على عمود. من استخدمها انت والله لو بلاطة مرتكزة على عمودة عندك اقل من اوي ساوة تلاتة كلمتر عمودة مربعة. الفلات بليه حسين مرتكزة. بالنسبة للفلات سلاب وتحتها دروب بانر. السنك بتاع الدروب الاول بناخده نص سنك البراطي. اس على الاتنيه. العرض بتاع الدروب بناخده اللي شورت على الاتنيه. بقى العرض بتاع الدروب المساحة لفوق العمود هتبقى النص الطول القصير. والسنك بتاع الدروب هناخده نص سمك البلاطة. بالنسبة للقلم هد بناخد ميل كده بزاوية خمسة واربعين درجة. والمسافة دي هتبقى اللي شورت على اللي اربعة اللي هو الديامتر بتاع القلم هد. لو كان عمود دقري. هبقى اللي شورت على الربعة. ماستخدم الدروب بانيلا لو كان اكبر من ثلاثة واقل من خمسة. ماستخدم الكلم هد لو اكبر من خمسة واقل من اخرى. اكبر من عشرة كيلوميوتن. يبقى انا هستخدم ايه? مع كلم هد. نوع السيستم زل اللي انا هستخدمه تاني. يوم قوم متل. اول سيستم هستخدمه اللي هو مين? اللي هو ده لو الايف لود اقل من ثلاثة. لو الايف لود من ثلاثة لخمسة هستخدم فلات بليت او فلات سلاب وتحتها دروب بانيلا. الايف لود اكبر من خمسة واقل من عشرة هستخدم تحت البلاطة. الايف لود اكتر من عشرة. يبقى انا هستخدم دروب بانيلا وتحت دروب بانيلا ايه? وتحت دروب بانيلا. ده كده موضوع الفلات سلاب. تعال نشوف لو عندي بلان زي اللي قدامك ده. هيتسلح ازاي? اول حاجة بنحط البسكوت اللي بيحافظ لعلى الكفر. بعد كده بنحط عليه الشبكة الايه? الشبكة السفلية. اتجاه الفرش في الفلات سلاب بيكون في الاتجاه الايه? في الاتجاه الطويل. وبعد كده بنحط الحديد الاضافي الايه? الحديد الاضافي السفلي. ولاحظ ان الحديد الاضافي السفلي محطوط في وسط اللزبانات. وبعد كده بنحط الكراسي اللي بترفع للشبكة العلوية عن الشبكة الايه? الشبكة السفلية. وفوق الكراسي ده بنحط الايه? بنحط الاوطار. وفوق الوطر بنحط مين? بنحط الشبكة العلوية. بعد الشبكة العلوية بنروح حطني الحديد الايه? الاضافي العلوية. ده كده بتاع الفلات اسلاب. طيب حد يعرف يقولي الاتجاه بتاع الوطر ده في انهي اتجاه. بص يا سيدي. مش ده اتجاه الفرش. وده اتجاه الغطا. الاتجاه اللي جاي ده بيبقى عمل زي سندوتش يعني الاتجاه بتاع الفرش بيتعكس اكن دي مراية وبتعكس فوق. يعني الفرش هنا يبقى بره. دايما الحديد الرئيسي بيبقى كله curb. الاتجاه بتاع الوطر بيبقى نفس الاتجاه بتاع بتاع الفرش هناك. يعني يلاحظ كده لو الاتجاه بتاع الوطر ده جاي في الاتجاه ده. لازمته حاجة؟لا. هو هيشيل لك صحيح الحديد بتاع الكفر اللي محضور فوق ده بس الحديد لايكن ما هيبقى متعلق في مين. هيبقى في الحديد اللي فوق. فاحنا بنفضل ان الاتجاه بتاع الوطر او الاسح الاتجاه بتاع الوطر يتحط فين? في الاتجاه بتاع الفرش ايا كان بقى. تم كده? تعا نتكلم بعد كده عن مين? عن الكلام ده? نطلعه ازاي? برضو ديس بليه? انا عايز ام واحد واحد نتيجة الحالة بس انا حبدأ. حبدأ بشبكة ستة عشرة. يبقى ستة في تسعة وسبعين في الجيب وين تمانية في مية وتمانين في تلتمائية وستين. كل ده على عشرة الستة. يبقى الشبكة ستة فاي عشرة في الفلادس اللي هتشتلي اربعة وعشرين ونصف. والحد مايه? يبقى انا قلت له اظهر لي اي مومنت اكتر من كام? اكتر من اربعة وعشرين ونصف. في اتجاه ام واحد واحد اللي هو اتجاه اكس. وقل له ابله. هتلاقي المنطقة اللي عنده دي دي البوع اللي مش مسايفة. هبص على طول بتاعها كده. طول بتاعها ده واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة شلات او تسعة مربعات من دول. وانا كنت اقول له لو تفتكر وانا بعمل ملف في الراون دي كنت بقول له كنت مخلي الاوعاد بتاعتها بكام? بنص يعني المساحة او العرض بتاع المش من دول بنص. في تسعة يبقى انا كده اشغالها طول اربعة متر ونص. يعني الشبكة دي ما تنفعنيش. جرب ان انت تخلي العدد ده كامل? سبعة. طيب انا حاسبها تاني لأ. قسم على ستة. يبقى ده السيخ الفي عشرة. اضرب سبعة يبقى دول سبعة في ايه? سبعة في عشرة. اقول له ابلو ايه. هتلاقي الحجم بتاع المش ايه? الحجم بتاع البوع. يده واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة. دول سبعة ايه? سبعة شلات. انا اخليهم تمانية. ليه تمانية? ازا قلت عندك لو تفتكر في حاجة اسمها طول تماسك. اه ده طول النظر اللي انت محتاج فيه حديد التسليح. بس انا اضيف طول تماسك من ناحية دي وطول تماسك من ناحية دي بحيس ان الحديد يربط مع ايه? حديد يربط مع الخرصان. يبقى انا حضيف حديد بطول تمن شلات. يعني ايه تمن شلات? يعني طول اربعة متر. تمانية اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشرة. هيتوزع على طول خمسة متر ونص. يبقى انا هضيف سيخ او حديد بالطول ده على طول خمسة متر ونص. يبقى انا كده عرفت التوجيع بتاع الحديد كطول. وكطول بتوزع عليه الايه? بتوزع عليه السيخ ده. طيب انا عايز اعرف انا هستخدم نصف شبكة ولا شبكة اضافية. اضراب للرقم ده يبقى انا استقررت ان الشبكة السبكة هتبقى سبعة فاي كام سبعة فاي عشرة. اضراب للرقم ده في واحد ونص. اختفت الشبكة او اختفت البقعة اختفت البقعة. يبقى انا استخدمت في الحت دي شبكة او ايه? شبكة ونص. هيقسم لي ده على واحد ونص. وقل له قبلاي. بقى لنا استخدمه هنا تلاتة ونص فاي عشرة. يعني لو جيت وقفتلك هنا وقفتلك الحديد الكل اللي في المنطقة دي ايه? بتقول لعشرة ونص فاي عشرة على المتر الطول. اللي هي عشرة ونص السبعة بتوع الشبكة السفلية زائد التلاتة ونص بتوع الاضافة اللي في المنطقة دي. طول السيخ الاضافة هيبقى اربعة متر. طول التوزيع بتاعه هيبقى خمسة متر ونص. ودي متماثلة يعني دي زي دي. تعال نعمل الكلام ده في اتجاه ام اتنين اتنين. واقول له اغلال. عنا شوفوا الطول ده. اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة. ده على هن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونص. خلي الطول بتاعهم تمانية. وانا هستخدم كمان الطول بتاع السيخ اللي هتوزع في الاتجاه ده كده اربعة متر. طول التوزيع بتاعه هيبقى الطول ده كله. اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة عشر. يبقى طول بتاع التوزيع سبعة متر ونص. انما طول السيخ هيبقى اديه طول السيخ هيبقى اربعة متر. طيب كمية الحديد الاضافة اللي هتحط في الاتجاه ده كمية الحديد الاضافة اللي هتحط في الاتجاه ده هيبقى نجرب كده لو هنضيف نص شبكة. وقول له قبل قليل. سيفت? لو سيفت. يبقى الام واحد واحد والام اتنين اتنين. الحديد اللي ايه? السفل تقوم جاي. وورقة كده. وتكتب لي كالتين. تجيب وورقة. وتكتب فيها النسائج اللي انت طلعت عني. يبقى الحديد اللي هتحط فيه. سفلين. سبعة فال عشر على المتر الطولي في الاتجاه ده. حديد. اضافي في اتجاه ام واحد واحد. كنتو تناتة ونص فال عشر على المتر الطولي. طول بيساوي. وطول التوزيع بيساوي. طوله هيساوي اربعة متر متر. وطول التوزيع هيساوي خمسة ونص متر. حديد اضافي في اتجاه ام اتنين اتنين. كنتو. برضو زناتة ونص فالي. عشر على المتر الطولي. طول بيساوي اربعة متر. وطول التوزيع هيساوي سبعة متر متر ونص. ده كده موضوع ايه? موضوع الحديد السفلي. تعالي نعمل الكلام ده على الحديد العديد. انا حده بسالب مية. ايلا. سالب المومنت بتاع ستة في عشرة كم? المومنت بتاع ستة في عشرة كان ستة في تسعة وسبعين في جي بوين تمانية في مية وتمانين في وستين على واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة. تبقى دول بسالب كم? سالب اربعة وعشرين واقول له. مع الام واحد واحد واقول له ابلوية. كده كده انا مش هزود الشبكة دي عن ستة في كم? ستة في عشرة. طب تعالي اقول له كده. خلي ده شبكة ونص. اقسم على شبكة ونص. واضرب في اتنين. كده بقى شبكتين? واقول له تقريبا تقريبا كده ايه? كده سيف. قلت لك المومنت اللي عند البلاطة ده. المومنت اللي عنده. العمود ده ما لكش دعوه بيه. انا بتكلم على المومنت اللي في الايه? المومنت اللي عند الايه? اللي عند البلطة. ده الام واحد واحد. تعال نجرب كده الام اتنين اتنين بس على السلب اربعة وعشرين. والله عبله. يبقى طول بتاع التعوزية بتاع الحديد في الام واحد واحد الاول قدية ده واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة شلات. يعني الطول بتاع السيخ هيبقى اتنين متر. ده طول النظر اللي انا محتابه. يبقى انا ممكن استخدم هنا سيخ ايه? اتنين متر. ممكن نقسم اتناشر على الاتنين ممكن يطلع لستة سيخ. يبقى اين فاستخدم سيخ كم? سيخ اتنين متر في الحتة دي. طيب. انا ليه مركزتش او من المومنت السلب ده. لان لو تفتكر كان فتحة اللواب هنا وفتح الباب هنا. معنى اللي هنا فتح الباب يعني هنا مين? يعني هنا البسطة بتاعت الايه? هنا البسطة بتاعت السلم. يعني الحتة دي بلاطة زيها زي البلاطة دي فالمومنت السلب ده هيتسحب عندك ها. يبقى انا هستخدم سيخ او الشبكة او الحديد الاضافي بطول اتنين ايه? اتنين متر. طول التوزيع بتاعها ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طول التوزيع بتاعها هيبقى تلاتة ايه? تلاتة متر. يبقى الحديد الاضافي. شبكة اضافي سبعة في عشرة. الطول بتاع السيخ اتنين متر. والطول بتاع التوزيع تلاتة متر. تعال نعمل الكلام ده في ام كام? ام اتنين اتنين وقل له ابضاء. يبقى الطول بتاع السيخ. السيخ اللي انا ضيفت الاضافة كده. انا عايز اجرب الاضافة اللي في الانتجاه ده. الطول بتاع السيخ الاضافة اللي نعايز اوديه. اده واحد اتنين تلات متر ونصف. ما نستخدم اقل سيخ مترين. طيب تعال نجرب نخليه شبكتين زيه زي يخوه. بقول له او لا. تقريبا كده المومنت ده ايه? كده المومنت ده مسيف. يبقى انا اللي استقريت عليه في الشبكة العلوية. عشان تكتب الكلام. الشبكة علوية. سبتة فاي عشر على المتر الطولي في الانتجاهين. حديد اضافي. علوي. فوق عمدد السلم. كنتو طوله طول التوزيع. كنتو عدي ايه? كنتو سبعة او ستة فاي عشرة على المتر الطول. انا في المنطقة اللي هؤز العمود بتاع السلم ده حيجبه كم سيخ? عيب ام. اتماشر سيخ اللي هم الستة بتوها الشبكة بالستة اللي ده. الطول بتاع تنمت. الطول بتاع التوزيع بتاع ايه? كده دي. يبقى ثلاثة يدر. تعال كده نشوف هنعمل الكلام ده عجبتي زيه. من اريا. والوقت الحاجة اللي هنحصل لها حال ايه? البلطة دي. اضيف الشبكة الاول. الطوب مايجور والطوب ماينور. الحديد الاضافي اللي انت هتضيفه هيبقى كتر عشرة علوية. المسافة بتاعته اللي هي مية ستة وستين وسبعة وستين من مية. نفس الكلام فاي عشرة ومية ستة وستين وسبعة وستين من مية. مية ستة وستين. وسبعة وستين من مية. جبت ان مية ستة وستين دي. جبت المية ستة وستين دي. ان انا اسمت الالف على الستة اللي هما للشبكة العلوية. يبقى انا كده حددت الايه? حددت المسافة بين السيخ والسيخ. بالنسبة للبطم. للبطم انا استقررت ان هو حيبقى شبكة سبعة في كام سبعة فاي عشرة. فانا اجعل البوتوم كده. البوتوم. في عشرة المسافة بتاعته مية اتنين واربعين وتمانية. اللي هما ايه? اللي هما الالف على السبعة سياخ. نفس الكلام فاي عشرة. والمسافة بتاعتها تبقى مية اتنين واربعين وتمانية. والله. بالنسبة او الاتجاه بتاع الفرش قلت في الفلاتسلاب بيبقى الاتجاه للطويل لان المومنت الكبير بيبقى في الفلاتسلاب في الاتجاه الطويل. وقل له فنش. وانا كده اضفت الشبكة السفلية والشبكة الايه? والشبكة العلوية. عايز احط الحديد الاضافي. الحديد الاضافي اللي في الحد دي كده. الحديد بتاع ام واحد واحد. من structure. ايه هو area? structure وارين. واختار الحاجة اللي انها سلحها. وقل له river line. وارسن. الطول بتاع السيخ قد ايه? الطول بتاع السيخ انا كنت انطلعه. اربعة متر. الطول بتاع التوزيع بتاعه. خمسة متر. ده الحديد بتاع ام واحد واحد. العلامة دي معناها ان ده الاتجاه بتاع الميجر. انا حضيف حديد علو في الحد دي اضافي. لا انا مش حضيف حديد اضافي علو في الحد دي. حضيف حديد سوفل او بس في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده. يعني ام واحد واحد في الاتجاه ده. كيبقى انا حضيف الحديد. في اتجاه الميجر. الحديد الاضافي السوفل اللي انت حضيفه في الحد دي ادي ايه? تلاتة ونص فايا عشرة. ام اسم للالف على تلاتة ونص. هيديك المسافة بين امتين خمسة وتمانين وسبعة. متين خمسة وتمانين وسبعة. ده البوتم ميجر. فاي عشرة. والمسافة ما بينه امتين خمسة وتمانين وسبعة اللي هما تلاتة ونص فاي عشرة. واتأكدت انا من موضوع الطول بتاع السيخ والطول بتاع التوزيع ان انا رسمت واقول له خانش. اللي انا عملته هنا. اعمله هنا. كده نضيف الحديد الإضافي اللي في الاتجاه بتاع اكس. عايز الحديد الإضافي اللي في الاتجاه مين؟ الحديد الإضافي اللي في الاتجاه الواق sou. And area. وتعلم على مين? واعلم على الفلاتسلة. واقول ريبر لاين انا عايز حديد اد ايه؟ انا عايز حديد طوله اربع متر على طول اد ايه? طول توزيع بتاعه سبعة متر. ده الحديد ايه? ده الحديد الاضافي اللي في اتجاه الواو. ده الحديد الاضافي السفلي اللي في اتجاه ايه? اللي في اتجاه الواو. اروح معلم على ده. وانقل ايه? نلوه جوة البلاطة. طيب الحديد اللي انت هتضيفه. فان اتجاه برضو. بطم ميجور في عشرة. تلاتة ونصف انا اجب ضفت الحديد اللي ايه? اللي اضاف اللي في الحتة دي. اقول له فالش. نفس الكلام واريا. اعلم على الحاجة اللي انت هتسلحها. واختار اربع متر. امشي في الاتجاه ده سبعة متر ونصف. اطلع كده. واقفل على الخط اللي انا بدأت به. وقول له على الله يوفنش. يبقى انا ك TP الحديد الاضافي السفلي في الاتجاه水. اللي انا عملته لحد دلوقتي. ضفت الشبكتين العلوية والسفلية. ضفت الحديد الاضافي السفلي في الاتجاه ده والاتجاه ده. اضفت الحديد الاضافي في الاتجاه ده ولا اتجاه ده. عايز ضيف الحديد الاضافي العلوي اللي فوق العمدان. كان قيمته ادي ايه? كان قيمة ده حديد الاضافي العلوي اللي فوق العمدان سبعة طاية عشرة. من ويه? اريا. اختار الحاجة اللي نحصل لحل هو ده. عايز ادي ايه? انا عايز الحتة دي. لو كنت انت عابل البسطة بتاعت السلم كنت اقوم فاتح عليهم ايه? مربع كده انا من هاخد ادي ايه? هاخد كده? اتنين متر. واطلع كده تلاتة متر. وامشي كده. كده. وقفل على بديتي. ده كده الحديد ايه? ده كده الحديد الاضافي اللي في الحتة دي. انت هتضيف حديد في اتجاه اكس. طوب ميجور. فاي عشرة. في المسافة بتاعته مية اتنين واربعين وتمانية. وقل له قبله. وقل له فانش. نحط للنهاية دي. وانا كده سلحت الايه? سلحت الجزء ده. ده طوب ايه? طوب ميجور. فاي عشرة مية اتنين واربعين وتمانية. وفانش. ثم انا جاilon ضيفة الحديد الاضافي لايه? حديد الاضافي العلوي اللي في الاتجاه. كلنا انا كده ضيفة الحديد بتاع الفلادس لها التالي. الشبكة السفلية والشبكة العلوية. الفلادس لها. اللي انا عملت كله على الرفت ده نحصر كميات لان ومش عايز تحصر كميات ما تعملوش ما يهمنيش ممكن اعمل حركة اللي انا هعملها دلوقتي واتنقل على كده على طول لان كده كده الديتيالنج بتاعت اللوحة انا هعملها على كده طيب اطلع اللوحة ازاي مين view بلان view reflected ceiling plan قول اوكي ليه انا قلت reflected ceiling plan ما خدتش البلان اللي عندي ده بصوله ceiling plan و level 2 ليه انا قلت له ceiling plan ما خدتش البلان اللي كان موجود عندي اللي هو level 2 ده هل ده بلان انشائي ينفع؟ لا الكاميرات عندي في البلان الانشائي انا ببقى قوص من تحت الفوق فالكاميرات اللي بان خطوا صورت مش خط من احض انا هقض في ceiling plan دي level 2 ليه البلان بان معي فوق دي؟ لان هو وقف لك على level 2 وقام عاكس بص لفوقه فقوم بص على طول على ال properties وهو جوه القيمة بتاعة view range وعمل له identity خلي دي associated level ودي associated level وقل له اقطع لي تحت level ده بسالب متر وقل له اقطع لي وقل له اقطع راح بصص لك الفين راح بصص لك على البلان من هنا بان معك الكاميرات صورت وان معك العمدان متغشر وده اللي هي القيمة بتاعة التسليح لو مش عايزة click mean وهايدين فيو ومين وكاتيجوري يعني اخفي هم لي هم وعليتهم طيب لو انا عايزة اخفي دول click mean وهايدين فيو وباي كاتيجوري يعني اخفي لي الحاجات دي بالكاتيجوري بتاعتها وبالعيلة بتاعتها دي حاجة عندي هنا مش حلوة ان العمدان او ان الكاميرات واخد ده تهشير على اللي هي قوت بتاعها. اروح معلم على ده كل. وقل له filter. check none. واختار لي بس structure framing. اقول له اوكي. وشوف الماتيريال بتاعاتهم ده حكاية ايه? بيكون كريد كاست جريدي. هتلاقيه واخده ايه? اقول له انه باترن واوكي. هتلاقيه شلك التهشير اللي كان موجبه لجوة الكاميرات. قبل ما اتنقل على الكاد ممكن احطم هنا annotate والdimension. annotate والdimension aligned. اروح واخد بعد اجمالي. وبعد وبعد تفصيل. ممكن اعمل الكلام ده عكاد او ممكن اعمله عكاد. نفس الكلام اروح واخد هنا بعد ايه? بعد اجمالي. وبعد وبعد تفصيل. الكاميرات دي. الكاميرات دي. انا لسه ما صممتش كاميرات. بس لو عايز احطه على الكاميرات دي المسميات بتاعت النمازج بتاعتها. انا هقول لك النمازج دي هنعدلها المرة الجاية. بس انا لو اقولت لك انا عايز احط عليها النمازج بتاعتها دلوقتي. من هنا واقول له filter. check none واختار لي بس structure framing. واقول له اوكي. من annotate. و tag all. وراح واقف على structure framing tag. واقول له اوكي. ايه اللي عمله لك? راح كاتب لك على الكاميرات دي المسمية ايه? المسمية اللي انت قلت اعطه لها. المسمى ده انا لسه هغيره المرة الجاية. بس انا قلت لك الوقت تضيفه ازاي? بعد ما اغيره المرة الجاية مش هقول لك تضيفه ازاي على اللوحة بتاعت الانشاة. عايز اصدر الكلام ده بقى على الكاد واعمل له detailing. هقول له view. و sheet. وقول له اي وان مسلا. وقول و الاوكي. وعلى فائل سبورد كاد فرمات دي دي دابل اي او جي. نيكس. على الدسكتوب مسلا وسمي دي. سيلينك بلان وبلش لينك والو كي. قلت لك المشكلة اللي بتحصل ان هو بجيبها لك على هيئة ايه? على صورة انا هاروح مسايف الدروينج اللي بجيبها لك على هيئة انا هاروح مسايف اللي عندي ده على انه ايه? على ان دروينج زي ما عملت في اللوحة التانية بالزبط واقول له فايل. على الديسك توب واقول له سيف. بقدله حل اللي عندك. قبل ما عمل فيها ايه حاجة اروح كده واخدها بقى الاب بي. كنترول سي. وافتح التمبل بتاعتي اللي انا هنظف منها. وكنترول ايه? كنترول في. دي اللوحة اللي عندك. رح ام اعلم عليها وادى سكيل واحد من عشر. اعمل اول بس ايزولات. ليه? الديمنشن. مع الايه? مع الديمنشن. بعد ما عمل ايزولات اعمل ايه? اعمل متش. دي الديمنشن ده. انا عايز دول يوقو شابا. وقول له لير. وبريبياس. حاجة التانية اللي عايز اعمل لها متش. الهد دي. اعمل ده وده واعمل لهم ايزولات. مع اي تاكست من دول. وقول له متش. او قبل متش افجر دول. اكس مصدرة. وقول له متش. من اي تاكست من دول. وعلم على دول. يبقى انا كده ازبط ليه? ازبط الجريد هيد واقول له ليرو بريبياس. بالنسبة للبلاطة. نعمل ايزولات لي الكامرة. وايزولات لي الحد بتاع البلاطة. مع اي حاجة لونها ابيض. اللي هو لون ليه? لون الكاميرا دي مسلا. اقول له متش. نعلم على ده. انا عايز دولي وشابا. وليير وريبياس. عايز برضو ازبط ليه? ازبط العمدان. طيب قلتلك المشكلة عندها هتبقى في العمدان في التهشير. انها واخد نفس ليه? واخد نفس اللير بتاعت العمود. اقول له فلتر. اي مصطرة. واقول له اد سلكت اوبجيكت. انا عايز مين? انا عايز التهشير. واقول له شل الاحداثيات دي واقول له اوبلاي. اعمل لي الفلتر ده على السلكتشن اللي اختره لك. مصطرة. اضغط على الهوم وروح مدخلهم على اللير بتاعت الايه? ودخلهم على اللير بتاعت الهاتش. اعمل بعد كده ازولت للعمدان. ودخل العمدان دي على اللير بتاعت العمدان. خلو متش. عايز دول شبه. وليار. وريفيس. انا مش عايز الاطار ده. عايز ده كمان افجره. اكس مصطرة. واعمل له متش. من ده. خلي دول شبه. بقيه لي مين? بقيه لي التكست ده. لو جيت عملت التكست ده متشتعلق كده اعمل ازوليت لي التكست ده. مع التكست ده. اي تكست مكتوب على الكاميرات مثلا. وليكن التكست الافقية دي. اعمل له متش كده. من ده. على دول. يخلهم لكلهم ايه? كلهم افقيين. اروح انا معلم على دول بس. وزبعتهم انا في النوتات. وراح مدخلهم على التكست ستايل اللي هو الاتاليكسي. ودخلهم انا كمان على اللير اللي اسمها التكست. يبقى النمازج بتاعت الكاميرات مش هينفع اننا عملاها متش لانه في عندك كاميرات رأسية وفي عندك كاميرات افقية. فبذل ما يخلهم لكلهم افقيين انا عسيبهم موازين للايه? موازينين للكاميرا. وراح انا مدخلهم من قيمة انوتات ودخلهم على الستايل بتاع التكست اللي هو الاتاليكسي. اللي هو انسى بنوع للتكست ده. ودخلهم في قيمة الهوم على اللير اللي اسمها التكست. وقالوا لير ايه? انا كده تقريبا زبطت الايه? زبطت اللوحة جاهز على اتباع كبلان انشائيين. عليه الديمينشن وعليه نمازجين. قلت لك ما تشغلش بالك بالاركوان اللي اكتبعك على الكاميرات دي انا هعملها لسه المرة الجاية. انا عايزك اضيف على البلان ده تفصيلة التسليح. انا لحد الان ما قلتلوش انا هستخدم تسليح ايه? خد كوبي كده. وده كوبي. سي وو. خد كوبي كده. وده كوبي. وسي وو مصطرة. اخد ده. اما مصطرة. طيب الاتجاه بتاع الفارش احنا بنرمز له بخطين. لأ انا عايز ده كده. وعمل روتيت. نعمل روتيت. لما بنجي نرى اروح اقولت اللوح اقولت لك بنبص من ناحية الايه? من ناحية اليمين. فعن المنظر ده مش حينفع معايا. اروح اعمل ده روتيت. واخد دل كده على بعض ايه. كوبي. ده تسليح الباكيدي. 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 وهنا. 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 مالكش دعو بالفلد السلاب الوقت. خلينا بس على الايه? على الصلد السلاب. محط ده على الفلد السلاب. وده كان المنور. وده مكان السليم. قيم بداء التسليح اللي عندك خمسة بايع عشر بلاها صح. مزبوط كده. طيب انا كده خلصت ليه? خلصت التسليح بتاع ده باقي لي. الجزء بتاع الترقة الصغيرة دي. اروح اخد له من التكست الصغير ده. ده تجاه ليه? ده تجاه التسليح. بتاع الترقة دي. وده تجاه التسليح بتاع الترقة دي. والباكيدي. انا كده ضفت التسليح على الصلد السلاب بقي لي الكابولي. بقي لي. تسليح الكابولي. ده تسليح كابولي اهو. اخد ده كده. ده كده. اخد ده كده. ومستر. اخد ده. موف. لحد. هنا كده. اعمل ده ستريتش. المسافة دي. واعمل ده ستريتش للمسافة دي. اخد الشوكة دي تاني. كوكي. سي او مسترة. واخد ده كده كوكي. على الايه? على الباكيات التانية. ليه انا عملت الشوكة بالمنظر دائما وعلتش الانتجاه التاني? لان انت ما تيجي تبص للحديد بداء تسليح من الانتجاه دا. بما معاك الحديد السوفلي. وبعدين الحديد الايه? بعدين الحديد الايل. لو انت عكست الاية. ايه اللي هيحصل? لو انت عكست الاية مثلا. خليت ده كده. بلو ميرور كده مثلا. ايه اللي حصل? حيقرر اللوحة كده. حقرر ده حديد سوفلي. وده حديد علوي. هل يعقل ان انت عندي الكابولي. يعني الموم انت عندك سالب. الحديد السوفلي يبقى طول من حديد العلمي? لا طبعا. وانا ادور كونترول زد. الصح بتاعها ان الاتجاه بتاع الحديد يبقى بالمنظر ده. اقرر اللوحة من ناحية اليومين. يبقى معي السوفلي وبعدين العلمي. اقول له ايه اللي مسطرة? ايه اللي انا رسمته ده? ده حديد الايه? حديد توزيع. اروح مدخله على اللير بتاعة التسليح. طيب اكتب عليه. اكتب عليه. سي او مسطرة. اخد ده كده. ده سي او مسطرة. واخد ده كده. اكتب عليه. خمسة فاي عشر على المتر الطولي. طب. وبطن. ده اللي هو حديد توزيع اللي كنت بتكلم عنه. يبقى ده الحديد. متاع الشوكري. اروح اخد ده كمان كوبي على الايه? على الناحية التانية. اشيك بعد ما خلصت اللوحة. ان عندي كل الكتابات مكتوب حيث ان انا اعرف وارها ما بص من تحتها والنحية اليمين. وكذلك بالنسبة المين؟ بالنسبة الموضوع الديمنشي. انا كده خلصت التسليح بتاع الجزء بتاع السلسلاب. بيلي تسليح مين؟ بيلي تسليح الفلات السلاب. تسليح الفلات السلاب. وتروح ضايف جوه دايرة كده شبكة. ومسيه مصطرة. دايرة. وقال له ادش مصطرة. واختار user defined. وليس باسم اي رقم. وقال له اد. وضيف تهشير في الاتجاعة. نفس الكلام. مصطرة. وقال له setting. وخلي الانجل دي بتسعين. وقال له اد. وضيف في الاتجاعة. واقوم معلم على دا كده. وراح مدخله على بتاعت الايه؟ بتاعت التسليح. مصطرة لو عايز اغير اه المقاس بتاعه. يبقى دا بتاع تسليح مين؟ بتاع التسليح بتاع السقف كشبكة. طيب انا هكت فائد الانديكيشن دي. هاخد دا كوبي. الشبكة العلوية اللي انت كنت ضيفك هتقدي ايه؟ كانت الشبكة العلوية اللي عندك اللي انت كنت ضيفها كانت ستة فاي عشر على المتر بطولي. دي. طب مش. اراهو اخد دا كبان كوبي. الشبكة السفلية كانت سبعة فاي عشر على المتر الطولي. بس كانت مش. الحديد الاضافي. بالنسبة للحديد الاضافي انت كنت حاطت حديد اضافي في اتجاه ده. طوله قد ايه؟ وطول توسيعه قد ايه؟ كله الاول. ايه اللي مسترط؟ طول السيخ اللي كان في الاتجاه دي كان اربعة متر. واضيف سنة كده. وسنة كده. ايه الفائدة بتاعتها؟ فائدة بتاعتها اننا بقول له دا حديد اضافي سوفي. وخط دايمينشن عليها الدايمينشن ده خمسة متر ونص. وقل له دونت دي او مسترط. انسى الديامتر بصفر. الاوت سايد دايمتر بواحد من عشر. واضيف الدونت دهن. تخلي ده كده على ليار التسليح. واعمل ماتش. لده. من الديمينشن. اكتب عليه. اكتب على ده. الاضافة اللي كان في الاتجاهة ده كان تلاتة ونص. في عشر على المتر الطولي. ده عبارة عن حديد اضافي. سوف لي. طوله قد ايه؟ اروح كاتب هنا. ال بتساوي اربعة متر. افهم ايه من اللي انت كتبته ده؟ افهم ان انت حتضيف لحديد اضافي طول اربعة متر. نص شبكة. طول التوزيع بتاعه خمسة متر ونص اللي هي الدتة اللي انا كنت مطلع على الورقة من شوية. مش ده هو اللي الناحية التانية. هو اللي الناحية التانية. رح واخد داكو بيه. الناحية التانية او مر. طيب بالنسبة للحديد الاضافي السوفلي اللي في الاتجاه التاني. انا لو جيت. رسمت سيخ هنا كده. اللي مصدر. رسمت سيخ هنا كده. بطول اربعة متر. بطول اربعة متر. الضافر بتاعه عمله كده. ولا كده. لأ الصح بتاعه انك تعمل الضافر طالع اللي فوقك. لان انت بتقرى اللوحة من ناحية اليمين فحيبان معاك الضافر بتاعه جاي في الاتجاه التانية. اللي مصدر. كده انا كده حطيت السيخ. طيب الطول بتاع التوزيع بتاعك كان ايه؟ كان سبعة متر ونص دي. وقول له سبعة ونص. واخدوا الدونالد ايه؟ كوبي. على الجزء ايه ده؟ قول له متش. ده على ده. وده على ده. اكتب عليه نفس الكلام تلاتة ونصف عشرة. الطول باربعة متر. واقول له ده. روتيت. ده كده الحديد الايه؟ الحديد الاضافي السوفلي في الاتجاهين واخد ده كده كوبي. وحط ده. في الحتة دي. سيه هو مصطرة واخد ده كوبي النقطة دي على النقطة. انا كده خلصت الحديد الايه؟ الاضافي السوفلي. عايز اكتب كمان الحديد الاضافي العلوي. حديد الاضافي العلوي هيتحط فين؟ حديد الاضافي العلوي هيتحط في العمدان هنو. هقول له المصطرة. وقول له حديد اضافي علوي طوله اتنين متر. اتنين. وطالما اضافي علوي يبقى الاتجاه بتاعه الضافر نزل لتحت. ونفس الكلام في الاتجاه ده نزل لتحت. واخد ده. مو في النحية دي. الطول بتاع التوزيع ارحب اخد ديمانشن بالطول بتاع التوزيع. اخد ديمانشن من هنا لحد هنا بطول قدين. بطول ثلاثة متر. واخد دونت دي كوبي. على المكان بتاع. وعمل ماتش. لده. على ده. وعمل ماتش. لده. على ده. اكتب عليه نفس الكلام بس الشبكة الاضافي او الحديد الاضافي العلوي كان ادي حديد الاضافي العلوي. كان شبكة علوية كاملة. ستة في عشر على المتر الطولي بطول. بطول. اتنيين متر. اخد الكلام ده. وبي على الناحية التانية. اعمل نفس الكلام ده. ما هو هوه نفس الكلام اللي انا هضيفه. يبقى انا هاخد ده كده. وده كده. وده كده. وده كده. كوبي. وعمل لهم ايه؟ روتيت. اربو مصدرة. وعمل دول روتيت الناحية. واخد دمون. كوبي. هنا. ده كده التسليح بتاع ايه؟ ده كده التسليح بتاع الباطن. اضيف حوليها الجداول بتاعة الكميات. لو جيت طبعة اللوحة دي كده. كونترول بي. واندو. انا عايز الجزء ده. والطبعة اللي هي. ونخلي ده المقز زيرو. ده شكل التسليح بتاع ايه؟ ده شكل التسليح بتاع البلاطة على البلان. اه هي خدت وقت في التعديل على الاوتيات اكتر. ما استفدتش من رويت. لا انا استفدت من رويت. ان من البلان ده. انا مرسمت شي حاجة. انا مبرد. واخده جاهز من اللي. واخده جاهز من الريفت. هستفيد كمال من الريفت ان اه هطلع حصر ليه؟ حصر. الكميات. المرة الجاية ان شاء الله. هنعمل. وحنصمم مين. وحنصمم الكاميرا.